اشتركوا في القناة اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات البحرينية الامريكية وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في كافة المجالات مقدرا جلالتها الدور الذي تقوم به الجالية الامريكية في البحرين واسهامتها في مجالات التنمية المختلفة معربا جلالة حفظه الله عن تطلعه باستمرار هذه العلاقات المميزة وتطورها على كافة الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء مؤكدا جلالتها أن مملكة البحرين تسير على نهج التطوير والتحديث والتقدم في كل المجالات المختلفة معربا حفظه الله عن اعتزازه لما تنعم به البحرين من روح التكاتف والترابط واحترام جميع الديانات والمذهب ونوها جلالة الملك المفدى بالدور الفاعل الذي تطلع به الولايات المتحدة الامريكية وجهودها بحفظ الامن والاستقرار والسلام الاقليمي والعالمي مؤكدا حرص البحرين على دعم هذه الجهود وتعزيزها وأكد جلالة الملك المفدى أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وقد عرب السيناتور الامريكي ريتشارد بيرا عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على سعيه لتطوير وترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية كأصدقاء وحلفاء مؤكدا حرص الولايات المتحدة على تنمية هذه العلاقات والعمل مع نالا السمرار المنطقة واستقرارها مقدرا هذه العلاقات المميزة الوثيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله بزيارة إلى عائلة كانو حيث قدم جلالته خالص تعازيه وصادق مؤساته إلى أفراد العائلة بوفاة فقيدهم مبارك بن جاسم كانو رحمه الله سألن المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه في سيح جناته واستذكر جلالته الملك المفدى مناقب الراحل وأشهد بإسهاماته الهمة في مسيرة النهضة التجارية في المملكة ومبادراته في مجال العمل الإنساني والخيرية وأكد أن جلالته النمبارك بن جاسم كانو رحمه الله هو أحد رجالات البحرين المخلصين الذين كرسوا حياتهم وجهودهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم كما نوه جلالته بدور عائلة كانو وأسهاماتها في الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والخيرية الهدفة لخدمة المجتمع البحريني من جانبهم أعرب أفراد عائلة كانو عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة حفظه الله على مشاعره الطيبة ومواساته الصادقة بوفاة فقيدهم والتي تعكس حرص جلالته على التواصل مع أبناء البحرين في مختلف المناسبات دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة وأن يقيه ذخرا وسندا للبحرين وشعبها اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا